ناخد قدامنا كده قائمة الاهلي اللي الاهلي هيخود بيها لقاء ام بي نشوفها كده امامنا على الشاشة علي لطفي لحراسة المرمى مصطفى شبير مصطفى مخلوف في الدفاع رومي ربيع محمود متولي ياسر ابراهيم علي معلول خالد عبدالفتاح محمد هاني افشا فتحي ديانج ماروان عطية كندوسي احمد عبدالقادر سافيو طاهر محمد طاهر محمد شريف وشادي وبرستاو لعب الاهلي المستبعدين الشناوي وقهرباء وايمن اشرف والشحات والسليا كريستو عبد المنعم فخري استبعاد فني كدمة انضمام لمنتخب تونس اجهاد 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 استبعاد فني ايمن اشرف شد خفيف في الضمة كهرباء شد في السمانة الشناوي عايز اقول حاجة الحقيقة مهمة جدا وهي كولر ياخد العلامة الكاملة العلامة الكاملة في عملية الروتيشن الحديثة مع النادي الاهلي ان انت تحس على طول النادي الاهلي واقف على رجليه وان في اي وقت في التسعين دقيقة الرتمة ببينزلش واللعيب اللي بينزل بيكون جاهز نفسيا وبنايب بنفس قوة اللعيب اللي في الملعب واللعيبة كلها جاهزة وما فيش لعيب بعيد النهاردة صافيو بيلعب بوم مفاجأة فكريم كان فيه واحد بييجي قاعد هنا هنا في المكان ده وكان دايما بيتكلم وكان بيقولكم ان فيه لعيبة لفترة الجاية في الدولة المصري هتاخد فرصة منهم صافيو منهم ايمن اشرف للتسويق ولكن هيبقى القرار قرارهم بعد اداءهم لو عبروا عن نفسهم هيكون في الكلام كلام وقلت لكم براهن على ايمن اشرف في هذه الخطوة صافيو بيرجع بيخش القايمة هيلعب مش هيلعب مش بتاعتي ما عرفش بس صافيو بتدى يرجع بتدى الراجل يدخله القايمة هيبتدي يديله الراجل اللي كان قاعد هنا اللي اسمه سيف زهر ده قال لكم الكلام ده والحمد لله بفضلك يا رب الكلام بيتحقق مع كولر مفيش بعيد مع كولر مش هده لتغمض عينيك مع كولر دايما هناك هناك الجديد مع كولر مفيش لعيب مش يروح مع كولر مفيش لعيب مش هيلعب مع كولر كل لعيب ليه فرصة مع كولر انت اللي بتقرر قرارك بيرجليك مش بيأديك بيرجليك مش بيأديك مع كولر التمرين هو اللي بيقدم نفسه في الملعب مع كولر هي مدرسة العدل الكويس حيلعب مفيش حد حيخش التلاجة مفيش حد مشي ومش جاي مفيش حد بره التشكيل مش هيخش كل الناس موجودة كل الناس عندها فرصة كل الناس هتاخد فرصة وهذا هو العدل في عالم كرة القدم هذا هو العدل في عالم كرة القدم عشان بس الامور تكون واضحة الاهلي الاهلي بيطبق نظرية التحدي التحدي بالاسم يعني ايه الاهلي بيطبق نظرية انا ببيع اسم الاهلي هنا الاهلي انت بتلعب في الاهلي انت بتتمتع بعظمة وجمهوري نادي الاهلي انت بتاخد قرش مش هتاخد قرش ونص مش هتاخد قرشين مش هتاخد قرشين اقول لكم مفاجأة كبيرة الاهلي حطت درس ان الفلوس لو اتأخرت الفلوس لو اتأخرت مش مطالب انك تقلي بوشك انت مطالب انك تجيب بطولات لو قلنا لك ان فيه ازمة مادية انت هتلعب على الكسات فلوسك وحتاخدها حقك وهتاخده كله متسجل والحساب متأجل هتاخده هتاخده بس في الآخر الجمهور ليه حق كمان الجمهور لازم ياخد حقه هي دي النظرية هي دي المدرسة مفيش حد معندوش ازمات مالية مفيش حد معندوش مشاكل ولكن في النهاية بتقدر تفصل ازاي بتقدر تحط نفسك في حتة تانية ازاي بتقدر امتى تبيع امتى تشتري امتى النهاردة بطولة ركز واقفل على نفسي المكافأة هاخدها والفلوس هاخدها وكله هيتاخد ولكن حق النادي هو ده المهم اسم النادي هو ده المهم حب البطولات هو ده الاسم والكيان الكبير النادي